السند يعني مثلا حديثا إنما الأعمال بالنيات جاء البخاري وقال حتى يخبر به يعني هو لن يقول قال صلى الله عليه وسلم من عنده لأن الناس يقولون له أنت ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من 20 سنة تقريبا فلم تكن قد سمعته منه من أين أتاك فهو يأتيك ويقول لك سندي الذي أستند عليه من الذي تستند عليه في هذا الخبر يقول أن هذا الخبر خذته من من قبلي أخبرني به شيخي عبد الله بن زبير الحميدي هذا قال الحميدي حدث الحميدي طيب أنت مفين جبت يا حميدي هل أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك قال لا حدثنا سفيان بن عينة أحد أئمة علماء مكة الكبار طيب يا سفيان بن عينة هل أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك قال لا إنما سمعته من يحيى بن سعيد الأنصاري من علماء المدينة يا يحيى بن سعيد الأنصاري هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك قال لا إنما سمعته من محمد بن إبراهيم التيمي من علماء المدينة كذلك من رواة المدينة محمد هل سمعته بنفسك قال لا سمعته من علقم بن وقاص الليثي أحد كبار التابعين من أهل المدينة يا علقم أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا وذكر الحديث فلما يأتيك البخاري يخبرك بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذا الشكل في كل حديث له عنده فيه إسناد وفق ما أخذه من علمائه هو أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا هذا الإسناد يحدث به البخاري بهذا الشكل منذ شيخ البخاري يمسكهم البخاري واحد واحد من شيخه وإلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنت يا بخاري كيف تبحث في صحة هؤلاء يعني هذا شيخ عبد الله بن زبير محمد فأستطيعنا تأكد منه بنفسه ممكن لكن الباقيين ما أدركتهم أنت ماتوا قبل أن تولد فكيف تتأكد؟ من هنا نشأ عندنا علم الرجال الذي هو في الحقيقة أعظم موسوعة أعظم موسوعة لتأريخ الرجال في تاريخ البشر عندنا موسوعات ضخمة سطرت لنا أسماء الرواة فلما يجيني الإسناد أنا سأجد في الكتب المتخصصة كلام عن كل واحد من هذولا في كل طبقة فلان هذا علق من بن وقاصد منه تجده في كتب علم الرجال تكلموا عن اسمه نسبه متى ولد متى توفي من الذين تعلموا منهم ماذا روى من طلابه وكل المعلومات حتى المعلومات الشخصية أحيانا ينبغي أن تتحمل أن يبحث الناس عنك وأن يسجلوا وأن يدونوا وأن يأتوا ليختبروك حتى تم تدوين معلومات كل شخص في التاريخ له رواية عندنا تم تدوين معلوماته بما نستطيع تدوينها حتى نستطيع أن نتعامل معه في رواياته بالطريقة النقدية المنهجية الصحية الكتب التي تجمع لنا تاريخ الروا اللي احنا نسميها علم الرجال هذا والجرح والتعديل الكتب هذه اللي عندنا اليوم بعشرات المجلدات وعشرات الكتب على مدار القرون الكتب المخدومة مثل كتب السنة المشهورة مثلا يعني كتب الستة ولا موطأ مالك ولا مسمد أحمد ولا كذا هذه الكتب وصل العلماء إلى درجة أنهم ريحوك فأخذوا كتب خاصة قالوا هذا كتاب يجمع اسماء الروا الذين في أسانيد كتاب صحيح البخاري كلهم من أولهم إلى آخرهم مرتبة على حروف الأبجدي هذه الموسوعات العلمية الضخمة هي معتمدنا الأساسي في توثيق السنة النبوية وفي المنهج النقدي لها ومع ذلك يوجد أحيانا بعض الروا الذين لا نجد عنه إلا مجرد اسم هذا مباشرة العلماء سيتوقفون عنده عرضه فيقول لك هذه الرواية فيها رجل مجهول وإسنادها ضعيف لأننا لم نتأكد كل اللي فوقه واللي تحته كلهم نعرفهم لكن هذا الوحيد هنا في الوسط ما تأكدنا منه لذلك نتوقف المصفى النقدية الحديثية عمل منهجي نقدي عقلي لا يوجد طريقة للتأكد من الأخبار لم يمارسها المحدثون لأنهم ينظرون إلى الإسناد وينظرون إلى المتن وينظرون إلى الفقه وينظرون كل شيء فالمصفى النقدية مصفى عظيمة التي نرسها المحدثون وبالتالي كيف نتأكد من صحة الأخبار هذه بهذا الشكل البخاري كيف كان يتأكد من الرواة يتأكد من كل راوي من هؤلاء بطريقتين الطريقة الأولى أن يبحث عن ما قاله معاصروه لو كان مثلا قبل مئة سنة فيبحث إيش اللي قالوا عنه معاصره هل كان إنسان أمين ولا كان إنسان ثم لا يكتفي بذلك بل يخضع مروياته للمصفى تعال على العين والرأس قالوا إنك إنسان أمين وإنك إنسان ثقة لكن مروياتك هذه هل هي لما نقارنها بمرويات الرواة الآخرين هل هي مرويات صحيحة ولا في عندك مشكلة هذا ما يفعله النقاد في كل راوي في كل إسناد فلما يأتي البخاري ويقول لك إن كتاب هذا الذي فيه ألاف الحديث كله صحيح يعني أنه فعل ذلك مع كل راوي منهم واحد واحد في كل إسناد منها هذا ما نقوله في علم الحديث وفي كل العلوم ليس عندنا مشكلة في أن يمارس أي شخص المنهجية النقدية العلمية بعلم المشكلة أن هناك أشخاص يحاول أن يقفز فوق السوح وأن يدخل البيوت من غير أبوابها هذا الباب إنما وضع من أجل أن تستطيعك مثل ما تفضلت أن يكون عندك الأدوات ولذلك أن تخيل معي إنسان لا يعرف أصلا كيف يتعامل مع الجرح والتعديل والأسانيد ثم يأتي ويتجرأ على الدخول في تفاصيل النقد والعملية النقدية في أثناء الأحاديث المروية سيكون عمله هنا استهانة بالعلم ليس استهانة بالبخاري ولا استهانة ببراء هو استهانة بالعلم نحن نقول لك أهلا وسهلا تعال فقط كن مستعدا بالأدوات وأهلا وسهلا لماذا لا نقبل من شحرور مثلا لأنه لا يسير على منهجية علمية المسألة ليست أنساب وليست قرابة وليست صديقنا وحبيبنا ما لنا علاقة بهذا كله منهجية علمية شحرور خالف المنهجية العلمية العقلية التي يجب عليه عقلا أن يتبعها ولذلك فعله لا يسمى إلا جهلا ليس عندنا الشخص فوق النقد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام لكن نحن نقول يعني يعني بعيد جدا أن نقارن بين هذا وهذا أنا قلت قبل قليل كلمة قلت أن هذا المنهج المصفى النقدية هو منهج عقلي ولذلك أنا أقول لك من جديد لا يوجد لا يوجد ما تستطيع أن تضيفه على المصفى النقدية التي وضعها المحدثون لأنهم فعلا مارسوا كل الوسائل الممكنة علميا بمنهجية علمية صحيحة لنقضي الأخبار طبعا أنا مسوعنا هذا الكلام وتفاصيله يدرسها طلاب في تخصصه أنا أعطيتك الآن جملة عامة لكن إذا درس هذه المنهجية العقلية قبل أن تكون علمية منهجية عقلية إذا درسها بشكل جيد فيستطيع أن يتعلم ويترقى لماذا نقول أن هذه الشروط الخمسة هي عقليا أعلى قمة النقد العقلي المنهجية التي عندنا في الحديث هي أعلى هذه المنهجيات وأقوى ولا تستطيع أن تزيد عليها شيء إنها فعلا وصلت إلى أعلى الدرجات لذلك من يعترض عليه أنا أسأله سؤالي أوضح لي الخلل العقلي فيما تقول في منهجيتنا نحن هذا واحد ثم أبرز لي منهجيتك المقابلة التي ترى أنها هي الصواب والتي ليست عندي أنا حتى أرى ما عندك الواقع أن معظم المعترضين يفشل في الأول ويفشل في الثاني إما ينسب للمحدثين ما لم يقولوا كأن يقول أن المحدثين ينظرون في الإسناد فقط دون المتن هذه إحدى الأكذوبات المشهورة المحدثون ينظرون الإسناد وينظرون المتن يعني لا يقتصر نظر المحدث فقط إلى الرجال وإنما ينظر أيضا إلى الكلمات المرورية أنه يستطيع وإلى تأثيرها وإلى كذا ينظر إلى كل هذا وينظر إلى تعارضها مع القواعد العلمية الثابتة والقرآن وغيرا وينظر إلى كل هذا المحدث فأنا أقول لك أخرج لي الخطأ وأبرز لي المنهجين التي راها صوابا كل من دخل في هذه السؤالين فيما رأيت يفشل في الإجابة عنها بشكل جيد لا في الأول ولا في الثاني فأنا ليس عندي مشكلة هذا منهج علمي عقلي نقدي نستخدمه واستخدمه كل نقاد الحديث منذ القرن الأول وإلى اليوم